هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور القائل جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والقائل جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن القائل بأبي وأمي وروحي ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذه الصفة السادسة من صفات المنافقين فلا زال حديث القرآن متواصلا عن النفاق وأهله لخطر النفاق وخبث المنافقين هذه الصفة هي صفة التلون والخداع والتضليل وهذه صفة ملازمة للمنافقين لا تنفك عنهم أبدا قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء المتلونين المخادعين المضللين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون تدبروا معي أيها الأحبة الكرام قلت المنافقون من صفاتهم الخبيثة أنهم أجبنوا من أن يعلنوا إيمانهم الواضح الصريح بالحق وأجبنوا كذلك من أن يعلنوا كفرهم الصريح الواضح بالحق لكنهم إن جالسوا أهل الإيمان أظهروا لهم إيمانهم وأظهروا لهم المودة والمحبة والصفاء والإخاء وأعلنوا لهم أنهم يحملون نفس الهموم والقضايا التي يحملها المؤمنون الصادقون فهم معهم في خندق واحد وعلى منهج واحد ويحملون نفس عقيدتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم في الحقيقة كذابون يظهرون بألسنتهم خلاف ما يعتقدونه في قلوبهم يظهرون خلاف ما يبطنون ويسرون بدليل أنهم انتركوا مجالس المؤمنين وفارقوا أهل الإيمان وخلوا بشياطينهم من رؤوس الكفر والشرك والنفاق من اليهود والمشركين وكبرائهم في النفاق ورؤوس المنافقين إذا جالسوا هؤلاء أعلنوا لهم أنهم معهم وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي مستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئون بأهل الإيمان إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله أكبر والاستهزاء في اللغة أيها الأفاضل أصله السخرية واللعب وقال أهل اللغة أيضا بل أصله لانتقام بل أصله لانتقام قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقد بينت أن الشياطين ينقسمون إلى قسمين أو نوعين شياطين الإنس وشياطين الجن بنص القرآن والسنة قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فهؤلاء إذا خلوا إلى هذه الشياطين بينوا معتقدهم الحق وأظهروا ما تحمله قلوبهم من عفن ومن خبث ومن نفاق وقالوا إنا معكم إنما نستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونستهزئ بالمؤمنين وهذا منهج المنافقين في كل زمان ومكان إذا جالسوا المؤمنين أظهروا الإيمان وإذا تركوا مجالس المؤمنين وجالسوا أهل النفاق أظهروا معتقدهم الحقيقي وأظهروا ما تحمله صدورهم من حقد وخداع وتلون وتضليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الاستهزاء كما ذكرت السخرية واللعب وقال بعض أهل العلم أصله الانتقام انتبه معي انتبه معي بمجرد أن انتهى المنافقون في مجلس النفاق ورؤوس النفاق بمجرد أن انتهوا من قولتهم الخبيثة إنما نحن مستهزئون وإذ بالقرآن الكريم يتنزل بهذا الوعيد المفزع وبهذا التهديد المرعب الله يستهزئ بهم الله أكبر الله يستهزئ بهم يظهر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يحمله القوم في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم ويتولى ربنا جل جلاله بنفسه الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين حقا وعن المؤمنين في كل زمان ومكان يتولى بنفسه جل وعلا الدفاع عن المؤمنين والانتصار للمؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فينزل هذا التهديد الشديد وينزل هذا الوعيد الرعيب الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهؤلاء المنافقين وما أشقى من يستهزئ به جبار السماوات والأرض ما أشقاه ما أبأسه ما أتعسه ما أحقره ما أجهله ما أخبثه يا خسرانه ويا خذلانه في الدنيا والآخرة من يقدر على هذا ومن يطيق هذا لو أن ملكا من ملوك الدنيا أعلن الحرب على عبد من العباد أو أعلن أنه يعد العدة أو يسخر أو يهزأ بفلان والله الذي لا إله غيره ربما لا يطرف النوم عينيه إذا علم ذلك لا لا بل لو علم أن رجلا أقل من الملك أو أقل من الحاكم لو علم أن مسؤولا ما يكيد له ويستهزئ به ويسخر منه ويعد له العدة للانتقام منه والله لا يطرف النوم عينيه ولا تعرف السعادة سبيلا إلى قلبه ولا تعرف الطمأنينة طريقا إلى صدره وإنما سيعيش في هم وغم ونكد وضنك وقلق فتصور تصور أن هؤلاء الخبثاء باستهزائهم بأصحاب رسول رب الأرض والسماء وباستهزائهم بأهل الإيمان الأتقياء الأوفياء قد عرضوا أنفسهم لاستهزاء جبار السماوات والأرض الله يستهزئ بهم حضرتك متصور معي المعنى الله يستهزئ بهم الله أكبر ما أشقى هؤلاء ما أشقى من عرض نفسه لاستهزاء ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وما أسعده من تولى جبار السماوات والأرض الدفاع عنه ما أهنأه وما أفرحه وما أروحه وما أسعده في الدنيا والآخرة أبشر أيها المؤمن فالذي يتولى الدفاع عنك هو الله أبشر أيها الولي التقي النقي فالذي يتولى نصرتك وحفظك ومددك هو الله هو الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أخلي بالحضرتك لأني أعلم أن هذه الآية الكريمة قد تحدث إشكالا عند البعض كما أحدثت قبل ذلك إشكالات كثيرة عند بعض الفرق ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يستهزئ بهم والسؤال كيف يستهزئ الله جل وعلا بهم وهل استهزاء صفة من صفات رب الأرض والسماء تدبروا معي الجواب على هذا السؤال لإزالة هذه الشبهة للعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال الأول قول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال أخبر الله تبارك وتعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة هذا هو القول الأول الله يستهزئ بهم يعني يوم القيامة كما استهزأ المنافقون بأصحاب سيد النبيين وبالمؤمنين في الدنيا فالجزاء من جنس العمل فالله جل جلاله يستهزئ بهم ولكن في يوم القيامة الله يستهزئ بهم أي يوم القيامة وذلك ققوله تعالى أو وذلك في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون يعني انتظرون نقتبس من نوركم ليه خلاص طفئت الأنوار طفئت الأنوار قبل العبور وقبل المرور على الجسر الذي يضرب بين ظهراني جهنم تطفأ الأنوار ولا يستطيع أحد أن يعبر الصراط أو أن يعبر الجسر إلا بنور ثابت يلازمه حتى ينتهي بهذا النور إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإلا فمن حرم من هذا النور تخبط في حنادس الظلام لا يستطيع أن يخطو على أرض المحشر أو أن يخطو على الجسر المضروب على ظهر جهنم لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأفاضل إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته